الحقيقة إنه من إنجازات أيضا مهرجان العالمين الجديد الحقيقة مهرجان العالمين كان بيحتفل في 9 أغسطس بحفل يعني أسطوري وتاريخي للفنان عمر دياب الهضبة وبالمناسبة دي عمر دياب بنفسه شير فيديو على مواقع التواصل اجتباعي على صفحاته الخاصة كان بي يعني الفيديو معناه إنه هو بيشير لقطات من الحفلة قد إيه هو كان سعيد بالحفلة وكان موجود طبعا مع ألاف من الجماهير اللي كانت موجودة والفيديو ده الحقيقة انتشر بشكل سريع جدا لأنه كان بيعبر عن سعادة عمر دياب بتواجده وسط جمهوره في مدينة العالمين الجديدة مدينة ساحرة كان موجود على مصرحها مطرب كبير جدا جدا كل المصريين الحياة بتفتخر بيه في كل أنحاء العالم وأكد عمر دياب الحقيقة في الفيديو ده إنه مدينة العالمين هي مدينة السحر هي مدينة الجمال الطاقة الإيجابية وكان هو بيقول إنه هو كانت ليلة ساحرة جدا 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 ليلة لا تنسى وإنها من أجمل الليالي اللي هو قضى فيها الحفلات بتاعته وطبعا يعني الفانز بتوعه تفعلوا معاه بطبعا قومنس وبوستس كانوا مبسوطين جدا جدا زي ما أنتوا كده شايفين يعني العدد كان كبير وده اللي اعتدنا عليه الحقيقة من حفلات عمر دياب اللي دايما بيبقى موجود في أي مكان واسألوني أنا بقى لإنه أنا بيك فان لي عمر دياب مختلف بيدي طاقة إيجابية جدا جدا للمكان طبعا يعني مع كل النجوم أكيد إحنا بنبقى فرحانين وإحنا بنحضر لهم الحفل ولكن عمر دياب ليه مذاق خاص كده إنه هو بيدي طاقة إيجابية شبابية بتحس إن الفايبس بتاعة المكان لها حالة كده مختلفة بتلاقي نفسك إنك إنت الساعة أو الساعة وربع بتاعة عمر دي بعدت وإنت مش حاسس بالوقت لأنه الوقت كان حلوة قوي قوي الطاقة كانت حلوة قوي تنوع الأغاني الحياة اللي بيختاروا ما بين الأغاني اللي هي بتبقى فرش وأنرجي وطاقة والأغاني اللي سلوب بتاعته فالحقيقة يعني حفلات عمر بتبقى مختلفة تماما لها طابع خاص ومذاق خاص فبنصح دايما كده حتى دايما بقول إنه عنده مشاكل عنده طاقة سلبية شوية عنده اكتئاب عنده توطر يحضر حفلة لعمر دياب صدقني من أهم الحاجات اللي ممكن تعالج بيها الحالة الوحشة اللي إنت ممكن تفيها إنك إنت تحضر حفلة لعمر دياب اشتركوا في القناة